اشتركوا في القناة في الميرور وفي الميرور اول حاجة لازم ناخد كام كونسبت كده مهمين اولا الميرور بتعمل light reflection يعني لازم ان احنا نتعرف على light reflection الدرس ده من الدروس المهمة جدا اللي محتاجة تتفهم كويس علشان ما نرهقش بالمذاكرة بتاعتها طيب لما ايجي اتكلم عن reflection مش اول مرة طبعا ناخد تعريفة reflection هي phenomena بيحصل فيها bouncing of light in the same medium when it needs to reflect surface يعني ارتداد هي ظاهرة بينتج عنها ارتداد light ray من medium اللي هو بيبقى موجود فيه الوسط اللي هو موجود فيه لما بيقابل reflect surface طيب لما نيجي نبص على كده ال reflection ادي طبعا اللي هو اللون الجري دوت هو ال reflect surface تمام السطح العاكس عندي ال incident ray اللي هو اشواع اللي هو الساقط وعندي ال reflect ray النورمل ده طبعا مش موجود في الحقيقة ولكن احنا ده خط وهمي بنفصل بالangles علشان نقدر نميز angle ال incidence angle و ال reflect angle طيب اول حاجة لما اجي عرف ال incidence ray هو light ray full on reflect surface هو light ray اللي بينزل على reflect surface طيب ايه هو reflect light ray هو عبارة عن ray bounce from reflect surface يعني اللي هو بينعكس من reflect ray surface من السطح العكس طيب ايه هي بقى ال incidence angle هي ال angle between ال incidence ray و النورمل والنورمل زي ما احنا عارفين ده خط وهمي مش موجود في الحقيقة يبقى هي ال angle between ال incidence ray و النورمل طب ايه هي ال angle of reflection هي ال angle between ال reflect ray و النورمل برضو دي angle اهي دي كده angle of reflection وديه angle of a incidence طيب concepts عادية واخدينها قبل كده طب لما اجي اتكلم على ال low of reflection قال لنا عندي ال first low وعندي ال second low في ال first low هو بيقول لي ان ال angle of incidence equal angle of reflection يعني angle of incidence equal angle of reflection يعني دي لسالة لو 45 يبقى برضو angle of reflection 45 والمنطقة من النورمل ليه ال reflect surface دي دايما بريبنديكولر يعني 90 علشان لو اداني angle يعني ممكن ساعات يجي يجي بلي كده ويقول لي مثلا ان الانجل between الرفلكت سورفس و الانسيدنس ري مثلا ايكوال ثيرتي وبعدين يجي يقول لي طب هاتيلي انجل مثلا اوف ريفليكشن طب ما انا عارفة بقى ان القطاع ده كله كام ناينتي يبقى الانسيدنس انجل سكستي وبالتالي الرفلكت انجل سكستي يبقى سؤال الميرور محتاج دايما نواية اري كويس علشان ما نطلغبطش فيه يبقى اول حاجة الانسيدنس ري الانجل اوف انسيدنس وننساش دايما ان القطاع ده كده النورمال دايما بريبنديكولر على الرفلكت ايه سورفس طيب تاني لو عندي اللي هو بيقول لي الانسيدنس لاي تريي والرفلكت لاي تريي تمام and بريبنديكولر لاين تو زا بوينت اوف انسيدنس اللي هو النورمال only on same plane بريبنديكولر تو ريفلكت سورفس يعني الانسيدنس والرفلكت والنورمال ده كلهم موجودين في same point بريبنديكولر تو ريفلكت سورفس لازم نحفظها كويس يعني الانسيدنس ري والرفلكت ري والنورمال اللي هو اللي بيبقى بريبنديكولر زي ما احنا لسه عالين دلوقتي ده النورمال ده بريبنديكولر كلهم lay in same plane بريبنديكولر تو ريفلكت سورفس طيب نبتدي بقى نتكلم على الريليشن يعني الانجلين دول متسويين وهم بزيرو وبالتالي طبعا السؤال ده من الاسئلة المهمة جدا اللي احنا اصلا واخدنها في السنة اللي فاتت في الترم التاني فناخد بنا منه لو انا نزلت بريبنديكولر يبقى انا يبقى انا نبتدي نتكلم على حاجات بقى جديدة وهي انواع الميرور اللي احنا هناخدها هناخد حاجة اسمها البيلين ميرور ودي اللي احنا بنبص فيها كل يوم العادية والاسفاريكال ميرور ودي الكونكيف والكونفكس طب لما اجا اتكلم على البيلين ميرور انا بلاحظ ايه عشان انا محتاجة طبعا ان انا كنا عارفها كويس لان بتيجي عليها السئلة في الامتحان البيلين ميرور هي الميرور اللي انا ببص فيها كل يوم طب هل انا لما ببص فيها بلاقي حجمي كبير حجمي صغير بلاقي ان انا مقلوبة راسي تحت رجلها فوق لأ طبعا انا لما ببص اولا انا بلاقي نفسي upright يعني erected يعني معتدلة دي اول حاجة تاني حاجة ان الامتج 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 بالضبط يبقى اولا انا erected يعني معدولة ثانيا انا equal object طيب تاني حاجة انا virtual ويعني ايه كلمة virtual virtual يعني صورة تخيلية can't receive on screen مقدرش ان انا استقبلها على حائل وبالتالي هي صورة تخيلية فبيقول لي الصورة virtually because can't receive the on screen we produce from intersection of extension of incidence like reflect tree يعني هي متكونة نتيجة تقابل امتدادات الاشعة مش الاشعة نفسها طيب the distance between object and the mirror equal distance between image and the mirror يعني لو وقفة قدام المراية مثلا على مسافة مثلا two meter يبقى الامتج برضو متكونة جوة على مسافة two meter ودي بيجي فيها اسئلة كتير يبقى the distance between object and the mirror equal distance between image and the mirror في حاجة كمان لو انا وصلت خط بين image وي object حلاقي ان هو الstraight line ده perpendicular on e on mirror يبقى اي بقى هي الproperties of plane mirror image upright erected image upright erected equal body او equal object image laterally inverted لما برفع ايدي اليمين ببصة لقى ايدي الشمال في المراية تمام كده يبقى احنا inverted تمام كده او reversed احنا virtual لان احنا كان to receive on screen لان الامج متكونة من الاكستنشن بتاع الليه light ray distance between image وال plane mirror equal distance between object وال plane mirror يعني صورتي المسافة بيني وبين المراية قد المسافة بين صورتي والمرية ايه كمان straight line joint between الامج والobject ده perpendicular on reflect surface يبقى تاني مع بعض ال plane mirror البربراتس بتاعتها لازم تطحفز كويس upright erected erected equal object laterally inverted virtual virtual مهمة جدا image او distance between object وال mirror equal distance between image وال mirror straight line joint between الامج وال object perpendicular on reflect surface طيب ناخد بالنا من الحاجات دي نيجي بقى نتكلم على الموضوع المهم وهو طبعا بعد البلين البلين مهمة جدا spherical mirror يعني ايه spherical كلمة spherical جاي من كلمة sphere يعني كورة قروية يعني انا كان عندي كده بالضبط كورة كده اخدت نصها مثلا اخدت منها part خلاص كده فهو بيقول لي mirror reflect surface part of holosphere اللي reflect surface بتاعتها part من ال holosphere وانا عندي نوعين concave ودي معناها converge mirror او converging mirror يعني مرآة مجمعة للاشعة وconvex mirror وهي diverge mirror وهي مرآة مفرقة للاشعة طب يعني ايه الكلام ده قال لي concave ودي طبعا هي معظم الشغل بتاعنا اللي لما نيجي ناخد اللنس هنعكس كل الكلام ده ولذلك انا لازم اخدم الpart ده كويس علشان خاطر ما تلغبطش فيه اللنس طيب قال لي concave mirror هي converge mirror هي mirror يعني لما اجي بص عليها كده زي ما انا شايف القطاع ده كده قادي الconcave اهي اهي لما اجي بص على الconcave هلاقي ان السفير بتاعتي قادي السفير ايه اللي احنا شايفنا تمام الجزء reflect اللي بيعكس اللي هو المراية هو inner part فهو بيقول لي هي mirror it's reflecting surface part inner surface يعني الجزء اللي بيعكس هو inner الجزء الداخلي الجزء الداخلي تمام كده طيب والconvex لأ هي diverge mirror فهي بتعمل diverge للايه او diverging الليه 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 بتاعها هو outer اللي هو الجزء الخارجي يبقى انا دلوقتي احنا part من السفير بس الconcave الreflect بتاعي هو inner الجزء الreflect هو inner الجزء الداخلي اما الconvex فالميرور بتاعتي او الجزء اللي هو reflect surface بتاعي هو outer surface او outer surface of a of sphere طيب نيجي بقى لبعض التعريفات المهمة جدا جدا اللي انا مفروض ان انا اكون يفهمها يحفظها تمام انا رأيي نفهمها اولا بما ان انا part من السفير يبقى لازم يكون لي يا center ما فيش sphere وما فيش circle من غير center فقال لي اول حاجة center of mirror ايه بقى هو center of sphere that mirror is part of it lay in front reflecting the surface in concave and behind الconvex ادي center اهو وادي القطاع اللي هو الرفلكت اهو فهي center بتاعي في in front of قدام ال reflect surface وفي الconcave هو behind ورا خلاص كده يبقى اول حاجة عندي center هو center of sphere اصلاحنا sphere احنا دايرة فلازم يكون لي يا center فبقول عليه center of mirror curvature اللي هو منتصف الايه الميرور طب الradius انا لما خدت الradius كنت بقول في circle او في ال sphere انه هو من center to any point على circle يبقى انا ببقى طلعة من center لany point سوى بيقول الradius هو radius sphere mirror distance between center of curvature and any point يبقى من center لany point انا بقول ان انا ايه انا بقول ان انا اه 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 ادي center اه لو وصلت من center اي line على الميرور بقول عليه radius بقول عليه ايه radius يبقى كل دقار فبيقول هي distance from center of curvature and any point طيب لما اجا اتكلم بقى على البول قال لي البول ده هو نقطة عاملة ايه هي في الميد point هي point in middle of reflect surface البول هي point البول هي point في ايه في middle of reflect surface فيبقى البول هي point زي ما احنا شايفنا كده في الرسمة دي point اه موجودة في middle ايه reflect surface في منتصف reflect surface نيجي بقى لل principle access ده من الحاجات المهمة جدا جدا هو straight line passes by pool and center of curvature يعني هو خط مستقيم بيعدي بي البول والcenter ايه of curvature يبقى شرط ان انا اقول على ال access ده انه هو principle لازم يكون عدى بال pool للميرور تمام كده وكمان يكون عدى بالcenter بس اساسي البول طيب ده كده ال principle طب السكندري بقى قال لي هو straight line passing by center of curvature and any point of surface acceptable يعني انا لو عديت باي نقطة في على center of curvature ما عدى البول يبقى انا بيتقال علي secondary يعني انا access اهو عديت تمام كده انا access اهو بعدي اهو اهم حاجة ان انا معديش باي بالبول لان انا لو عديت بالبول بتاع الميرر بيبقى اسمي principle لكن secondary اي straight line passing by center and any point except البول دي معنى كده ان انا عندي principle واحد one principle هو access واحد لان انا معنديش الابول واحد اللي هو النقطة اللي بتبقى في نص الميرر لكن بالنسبة للسكندري انا عندي عندي اكتر من access ليه لان انا عندي infinite number انا عندي points كتير ممكن يعدي بيها الaxis اذا في principle axis we have one only principle axis لان احنا ما عندناش غير only one pool اللي هو الpoint اللي بتبقى متوسطة اللي reflect surface بتاعي لكن secondary unquantable او infinite number لان طبعا انا عندي اكتر من point موجودة قدر عدي بيها المهم ان انا ما عديش بالبول نيجي بالفوكس والفوكس ده مهم جدا ادي السنتر بتاعي اهو خلاص ودي البول اهو برضو الpoint اللي بتبقى في middle الفوكس بقى هي الpoint collection of light ray في الconcave فانا بكون in front of reflect surface اما في convex فانا بكون behind فببقى extension of reflect surface of reflect surface فانا في الفوكس بوينت الcollection بتكون ايه reflecting light ray in concave لكن بالنسبة لي الconvex بكون the extension of a reflect light ray زي ما نشوف بعد كده طيب ايه هي الريل image هي image can receive on screen اما virtual هي can't be receive on screen بمعنى ان الريل هي اللي اقدر ان انا اعمل reflect لل light ray واقدر اجمعهم كلهم في نقطة اما زي ما هنشوف دلوقتي في الرسم نيجي بقى للfocal lens هي distance من focus للبول distance between focus and ball اللي هي القطعة دي فقط المسافة من البول والfocus بتاعي طيب المفروض طبعا ان انا من center طبعا هي mid point في radius يعني mid point from center to ball بمعنى ان المسافة دي كلها لو كانت 6 مثلا يبقى من center للfocus 3 ومن focus للبول 3 يعني الف في mid point معنى كده ان انا ممكن اقول ان الف هي half radius وان radius هو طول focus طب لو انا بتكلم عن diameter بقى يبقى diameter هو quarter سوري هو 4 4 4 لان انا بقسمه 4 قطعة و الف هي diameter على 4 يعني quarter diameter ودي حاجات مهمة وحتاب لنا في المسلم نيجي للحتة اللي انا كنت بقولها ان لان البرنسبل بيعدي بالبول ولكن الطبعا straight line between center and any point الحاجات دي مهمة جدا نيجي بقى للرسومات وازاي نرسم وازاي نتعلم الرسوم اولا انا لما اجي ارسم ببتدي الاول اتعلم الرئيز خلاص اولا انا برسم ادي طبعا بالكمبوس بتاعي ممكن افتحه مثلا على مثلا على 3 او يعني 3 حلو تمام بابتدي ان انا اعمل كرف صغير بقف طبعا بالكمبوس في مكان كده سابت وافتح الكمبوس وارسم الكرف بتاعي تمام واجي بقى ابتدي اجيب المصطرة بتاعتي واشد خط مناسب وليكن طوله مثلا مثلا 5 سنتيمتر خلاص طيب المفروض ان انا بقسمه مثلا 2 2 يعني ادي هاي 2 اهي وهي تمام ماشي هنا السنتر وهنا ال-F انا بشتغل على نوعين من ال-Rays او ال-R دي F تمام قال لي لو انا جاي بال-Ray Barrel طبعا ده Reflect اهو بعرف عشان يبقى عارف ان ده Reflect Surface اهو تمام لو انا جاي Barrel خلاص بعمل بصش في البوينت اللي انا جاي بيها اهو انا عملت بالمصطرة اهو خط Barrel للPrincipal ده اسمه Principle بعمل Reflect معدية بالفوكس اهو يبقى لو انا Ray Barrel فانا Reflect باصنج بالفوكس طيب تمام ولو رسمت مرور تانية اهو تمام وجيت برضو عملت الPrincipal بتاعي اهو ودي ال-C ودي ال-F اهو اهو وعملت كده برضو ده ال-Riflect اهو خلاص قال لي بقى لو انا جيت باصنج دي F لو انا جيت باصنج بي الفوكس اهو يعني نعتبر انه عد معلش خلاص يبقى انا هرفلكت Barrel للPrincipal X اهو يبقى لو انا دلوقتي انا كده دلوقتي كده معايا ايه معايا انا Ray ماشي Barrel للPrincipal فانا reflect باصنج بالفوكس ولو انا باصنج طبعا لازم اتجاهة الاشعة ولو انا باصنج بالفوكس فانا Reflect ايه Reflect Barrel للPrincipal طب افرد انا بقى ادي برضو Mariler اهي ده برضو اهو واعمل برضو الريز بتاعتي اهي واشد اهو Principle ادي طبعا على مسافات متساوية ولتكن تو ادي السي ودي الاف خلاص قال لي بقى لو انا راي بصوا معايا بقى جيت معدي بايه معدي بي السنتر تمام انا معدي بالسنتر اهو قال لي Reflect on itself اتعكس على نفسي يبقى تاني بقى يبقى انا كده عندي تلاتة كيسة اهو سونا ايه اهي خلاص نقول بقى يبقى انا كده عندي سري كيسة لو انا بررل للبرينسبل فانا ريفلكت باصنج بي الاي بالفوكس ولو انا باصنج يعني فول باصنج انسيدن سري باصنج بالفوكس يبقى انا ريفلكت ايه بررل ولو انا باصنج بالسنتر او الكلفتشر اهو السنتر او يبقى انا ريفلكت on itself دول انا ما بستخدمش دي غير في الاكستنشن اللي هو الحالات اللي هي 2-3 لكن انا في الرسم بتاعه هستخدم الحالتين الاولانين يبقى لو انا باررل فانا ريفلكت باصنج بالفوكس ولو انا باصنج بالفوكس يبقى انا ريفلكت باررل باللبرينسبل لكن لو انا باصنج بالسنتر او يبقى انا ريفلكت on on itself طب تعالوا بقى نشوف هنرسم بصوا كده اهي اهي دي الحالات هو بيقولي لو انا باررل البرينسبل اكسس فانا ريفلكت باصنج بي الفوكس اهو زي ما رسمنا ولو انا باصنج بي الفوكس يبقى انا ريفلكت باررل اهو وانا طبعا الرسم اوضح ولو انا باصنج بي الكنتر انا ريفلكت back on itself وده طبعا لان انا بنزل بربند او انجل اف انجل اف رفليكشن او زير طيب انا لما اجي اخد بقى الكيسز بتاعتي هيخد عندي حوالي ستة حالات همت لي الكنكيف تمام الكنفكس انا بشتغل على حالة واحدة بس اول حاجة انا المفروض ابقى عارف اولا الابجيكت ما كانه فين الجزم والصورة الامج تكونت فين والبروبرتز وبعدين الرسمة بتاعت الايه الميرور علي اول حالة قال لي لو انا فره لو انا جاي من بعيد زي الصم فالامج بتتكون عند الفوكس وبتكون طبعا اي امج في الكنكيف مع عدد الامج اللي هي الاخيرة بتبقى ريل انا طالما كونكيف لان انا من امتدادات الاشعة الرئيسية ريفلكت كده للاشعة الرئيسية بتاعتي يعني انا بعمل الري ويحصل له ريفلكشن يتجمع فدي كده بالنسبالي اسمها ريل فطبعا انا بقول ري طايني يبقى انا لو جاي من بعيد بريرل فانا ريل فري طايني هاشرحهم وبعدين نرسمهم واحدة واحدة لو انا الدستانس جريتور دان ريديس يعني انا بعد الريديس بكون على دستانس جريتور زين الفوكس دان الفوكال لينز ولكن زين الريديس يعني اقل من الريديس وبتكون برضو الامج بتاعتي ريل انفرت ديامنش يعني مصغرة زي ما نشوف دلوقتي مع بعض لو انا عند فانا الصورة بتكون برضو عند السنتر زي ما احنا شايفين كده تمام وبتكون برضو حقيقية معكوس وحنشوف برضو مع بعض طب لو انا بتوين الفوكس والسنتر قال لي انا افتر سنتر اف كالفتر انا هبقى بعد سنتر الكالفتر وبرضو ببقى ريل انفرت بس انا يبقى تفوكس وفي ري طيني بس انا ريل ولو انا على دستانس زين الريديوس يبقى الدستانس بتاعتي بين الفوكل والسنتر وريل انفرت دايامنش دي يعني مصغر ولو انا عند السنتر الصورة بتتكون عند السنتر وفي الوقت ده ريل انفرت ايكوال باضي ولو انا بتوين سنتر اند فوكس يبقى الصورة تتكون افتر سنتر وبرضو هتبقى ريل انفرت اند اللارج اما لو انا بقى بتوين الفوكس والبول فانا ببقى بهاين دي الميرور وفي الوقت ده انا الصورة من الامتدادات وبالتالي بتكون اركتد مجنفويد طب تعالوا نرسم الحالات دي مع بعض كده وانا برسم انا معتمدة على التو اللي هم كسس الاولان انا برسم الاول الحالة الاولانية لما كون فاروي يلا بين جرف كده مظبوط كويس خط كده طوله حوالي فور مش وحش تمام نيجي النصف كده ادي الاف ودي السي اهي ودي الاف المفروض ان الريز دي نازلة ايه بقى بررل جاية من بعيد بررل اهو مثلا بررل 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 جيف هتعمل ايه بقى هترجع طبعا انا لازم المس ده طبعا الريفليكت اهو اهو لما تيجي رجع هترجع بقى باصنج بالفوكل طبعا لان انا بررل اهو اهو بالمصدرة طبعا انتو هتبقوا احسن مني اهو اهي 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 كلنا هنتجمع في نقطة النقطة دي فين اتفوكس يبقى انا لو بررل كلنا طبعا لازم نعمل اتجاهات الريز اهو اهو كلنا هنتجمع في نقطة ولذلك الامج بتبقى ريل طايني ريل طايني يعني صغيرة جدا طب ناخد الكيس التاني هم هبتدي يعمل لها بقى اي دي بتبين طبعا ان الريفلك تولي هنا هشد طبعا ستريت لائنا هو طبعا ده هتبقى سي وهي تل اف هبتدي بقى اعمل لها هشتغل بقى التلات رسومات اللي هم الحالات اللي هي اللي جاية دي على التوري بص بقى اول واحد هنزله اهو بالراحة خالص خليكو شغالين معايا اول واحد بررل اهو خلاص اول واحد بررل تمام هيرجع بص بقى البررل هيرجع باسنج بايه بالفوكس اهو خلاص كده يبقى دي بررل ويرجع باسنج بالفوكس وبعدين التاني اهو هجيبه باسنج اهو هبتدي بقى اخد الابجيكت هحطه فين يعني بعد الاسنتر يعني ديستنس اكبر من الريديس وليكن الجسم مثلا اهو اهو وان سنتيمتر اهو ماشي كده وبعدين بعد ما بعمل البادي بتاعي الابجيكت ببتدي بقى اعمل الاكستنشن اهو اشد بص بقى من فوق من عند السهم من فوق ادي اول واحد يرجع ده كده واحد برر لهو يرجع باسنج بالسنتر اهو يبقى كده ادي اول واحد عملته ده البادي بتاعي اللي هو الابجيكت نفسه وبعدين اخد واحد تان اهو هيعمل بقى بص بقى هيجي من عند البادي كده ويعدي بنين بالفوكس اهو عدي بنين بالفوكس يعمل اي بقى يرفلكت برر اهو اهو تتكون صورة بقى تعالوا نشوف ادي مكان الانترسيكشن ده هو الابجيكت بتاعي دي كده الامج المكان اللي هي تكونت فيه ده ايه الامج خلاص اهو هو مكان ما تقطعت الطو ايه الطو راي بتوعي عشان كده انا بقول عليها ريل طبعا اتجاهات ال ايه الريز مهمة جدا انا عملتها طب تعالوا نشوف مواصفات الصورة انا لو على distance اهو ات distance greater than الريديس حيتكون صورة between او greater than الفوكل و ايه وليه than ال ايه الريديس ريل انفرت دايامنش طب تعالوا نشوف اهي بص بقه اتكونت انا كده امور than الريديس بعد الريديس بعد السنتر اهو ادي الابجيكت اهو الصورة كونت فين between الفوكس والسنتر يعني على distance more than الفوكس and less than الريديس طب وايه وضع الجسم هقوله كده اولا ريل انفرت مقلوب دايامنش مصغر عن ايه الجسم اصغر من الجسم اهي عشان تبان بس يا كده بينت اهي صورة اصغر من ايه من الجسم طب الكيس التالت هرسم برضو اهو ادي الميرور افتح الكمباس بتاعك مثلا على سري حلو جدا سري على فكرة مش وحش وبعدين اشد البرينس وبعدين ايه اهو اهو اقسم مسافات متساوية 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر ادي السي ودي الاف المرة دي بقى انا هحط الوبجيكت فين انا هحط الوبجيكت اات سنتر اهو عند السنتر ودي كده الريفليكت اهو عشان يبقى كده ايه انا زبط الريفليكت بتاعي يبقى عارف ان ده الجو اهو اهو خلاص يلا بينا ادي الوبجيكت اهو حشد اول واحد برر للبرينس برينس ده اول خط برر اللي ايه للبرينس اهو الوبجيكت ممكن نعمله بالمصدر هرفليكت باسنج بالفوكس اهو تمام امسك قلمك وحل معي بالروح تاني واحد هعمل ايه هعدي بالفوكس اهو طب هروح فين همر هرفليكت باسنج بيه اهو بالسنتر اهو هتلاقي الصورة فكده بصوا اهي ادي واحد كده تمام وده كده عشان نبقى بس ايه اتجاهات الاشعة المفروض هنا بقى ان الامج بتتكون اد سنتر عند السنتر بالزبط بس ايه عملا بس سنة عشان طبعا ايه مش من المصدر ولكن الامج هتتكون اد سنتر وبتبقى ريل البرينسبل ريفلك باسنج بالفوكس واحد ري باسنج بالفوكس وبعد كده ريفلك باريرل تمام يبقى وبعدين طبعا الامج بتتكون اد سنتر يعني بتكون عند السنتر تالت كيس ان انا اهو برضو رسمت اهو كده وشد برضو نفس الخط اهو ودي الاف ودي السي بكون باقي على دستانس اقل من الا اقل من الريديس يعني بتوين السنتر والا والفوكس ابتدي ارسم برضو ادي لايت ري اهو هيعمل اهو هي يرفلك باسنج بي الفوكس تمام وبعد كده ارسم لايت ري باسنج بالفوكس اهو هي ريفلكت باريرل اهو حلاقي ان الامج اتكونت حلاقي ان الامج اتكونت بعد السنتر وبعدين بقى لما نيجي نبصة هللاقيها ايه بقى هللاقيها ريل امفيرت طبعا بس الريز اهو هللاقيها ريل امفيرت ماجنفايد يبقى ادي كده رسمت ايه الكيسز بتاعتي اولا لو انا جاية باريرل خلاص فاحنا كلنا بنتجمع فيه الفوكس والإيه والامج بتاعتي بتبقى ريل وطايني لو انا على distance more than radius يبقى الامج هتتكون بين الفوكس والسنتر وبتكون امج ريل امفيرت دايا منشد ريل امفيرت دايا منشد على distance more than focus and less than ريديس طب لو انا add focus لو انا add center برضو بارسم نفس الرسمة والامج بتتكون add center equal body ريل امفيرت امفيرت طب لو انا ام 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 الفوكس والcenter يعني على distance more than focus focal length and less than radius بتتكون صورة ام برضو ريل inverted بس ايه بقى magnified وده الكلام اللي هو بيقول نيجي بقى الاخر كيس وهي الكيس اللي هي بتبقى وحنرسم بقى هنرسم ها في النص اللي هي اولا لو انا عند center عند focal صورة صورة ايه قال لي لو انا حط ادي الف ودي السي لو انا حط الobject عند الف وجينا نجرب كده يعني عند الفوكس اهو خلاص ادي اول خط ادي اول خط بريرل ما عنديش اي مشكلة هيرفلكت باسنج بالفوكس اهو لكن مجيش تقول لي بقى ازاي اعمل واحد يعدي بالفوكس ازاي اعمل straight line يعدي بالفوكس في الوقت ده بقى انا ببتدي طبعا ده الريفلكت اهو ببتدي ارسم له اعمل extend ورا المراية كده ولما باجي ارسم بقى بستخدم ما باستخدمش بقى الري اللي كان معدي بالفوكس لا باستخدم اللي هو معدي بي center اهو المفروض يبقى مقطع كده ولكن بقى طبعا هي مش هترسم هون مقطع ده كده بيبقى معدي اللي هو reflect on itself طب وبعدين ببتدي لما باجي بص بقى المفروض طبعا هم ما متقابلوش هنا ما فيه الصورة طب بحاول اعمل لهم extension ورا المراية هعمل extension انا بلون تاني احنا بنعملها خطوط مقطع ولكن هعملها بلون تاني بس عشان تظهر اهي ده extension هوا هلاقي ورا المراية barril يعني هلاقي الخط barril يعني عمر ما هيتكون صورة يبقى add focus no image اذا كان الobject add focus يبقى نقم جلي because extension barril اللي هو extension of reflect light ray barril فلو مهما همد في الخطوط دي عمر ما فيه صورة هتكون اخر كيس بقى هي الكيس اللي هي الاخيرة خالص هي اني ابقى على distance اقل من الفوكس وهعمل extension بنون تاني اهو وبعدين هبتدي برضو ادي ال f و ادي ال c هبتدي احط ال object اهو تمام فين ال object هحطه على distance اقل من لل xen fox وبعدين هبتدي اعمل ال straight line الاولان اهو ال هو barrel هيرجع باصنج بال focus اهو يعني اس عشان خطر ايه اهو فيش اي مشكلة برضو اهو طب وهنا مش هستخدم بقى ايه باصنج بال focus مش هينفع هبتدي برضو امشي معدي بال center اهو اهو طب و بعدين ابتدي احاول بقى طبعا داري اكتون اتصال ابتدي احاول اقابلهم وراء الميراية behind the mirror اهو اتقابلهم اتقابلوا فين بقى اهي اقابلوا وراء الميراية في extension وبالتالي هنا بقى دلوقتي انا رسمت اهوة الباصنج بال center ودي الباصنج بال focus اتكونت صورة behind the mirror from extension of light ray وبالتالي الصورة بتتكون بتبقى ايه بقى نوصفها اولا انا virtual انا virtual لان انا من extension فانا virtual erected معتدلة magnified مقبرة ودي بنستخدمها دايما في تكبير الاشياء يبقى الصورة اللي تكونت virtual erected magnified شفتوا رسمتها ازاي عيد الفيديو اكتر من مرة وحتلاقي نفسك عرفت ترسم كل الكيس دي بالروحة جدا مفيش اي مشكلة خلص يبقى اول مرة انا كنت جاية فالصورة اتكون بين الفوكس وال center ولو انا عند add center يبقى الامج هتتكون add center وبتبقى real inverted equal body ولو انا بين الفوكس وال center يعني more than focal length and less than radius الامج بتتكون على مسافة distance more than radius والامج بتكون real inverted بس magnified مقبرة طب ولو انا add focus no image ليه لان raise from extension او raise reflect تمام كده والextension بتاعتها barrier يعني الامتدادات بتاعتها barrier فعمرها ما هتتقابل اما لو انا على distance less than focal length تمام لو انا less than focal length يعني هنا كده قبل مجي عند الفوكل في الوقت دوت بتتكون image بس virtual ورا المراية behind the mirror from extension of light ray وبتكون صورة virtual virtual erected و magnified طيب نرجع بقى لبقية الدرس بعد ما رسمنا طبعا ده الكلام اللي هو ايله اهو تمام بعد كده طبعا نحفظ او نبقى فاهمينها ما فيش اي مشكلة طبعا الكيسز التلاتة اللي في النص دول بيجوا غالبا في المسائل نيجي بقى نشوف اخر حاجة البروبرتز او اليوزز بتاعة الكون كيف اولا باستخدمها في التورش في الشيفنج الحلاقة سولار اوفن الاركرافتس لاندينج والمارين لايت هاوس اللي هو الفنار بتاع المارين والفرونت لايت كارز فيه العربية من القدام نيجي بقى لي الكون والكون احنا مش علينا فيها غير ان انا ابقى فاهم ان الصورة لما بتتكون طبعا بتتكون ارركتد بيرتشال سمولر دان اوبجيكت زي ما هنشوف دلوقتي ونرسمها مع بعض واليوزز للكون طبعا الصورة اللي بتتكون بتبقى ارركتد بيرتشال او مصغرة فطبعا انا بستخدمها في انها بتبقى عالجناب دي بتجيله صورة واضحة للطريق بتجمع للطريق اللي ورا كله فانا بستخدمها كده ان انا اعمل صورة مجمعة لكل الطريق من ورا فيقول يوزز صيد فيو ميرور اس فور ميركتد سمولر اميج فور اوي يعني بتكون لي صورة معتادلة مصغرة للطريق ويوزنج فور وعندنا طبعا استخدامات تانية كتير ممكن راه ما فيش فيها اي مشكلة طب لو انا عايز اقارن بين الريل والفيرتشل فالريل كان ريسيف طبعا من الحاجات الكتير يعني بتيجي كتير جدا في الامتحان الريل طبعا كان ريسيف دون سكرين لكن الفيرتشل كانت بي ريسيف اون سكرين انما دي يعني دائما مقلوبة ودائما معكوسة نشوف يكون البارت ده سهل خفيف عليكو اهم حاجة ان انا في الجزئية دي اتفهمها كويس اعرف يعني ايه اعرف يعني ايه ريديس البول البرينسب الاكسز السكندري احفظهم كويس الريل امج والفيرتشل امج وابتدي امسك الكمباس بتاعي وابتدي ارسم بالراحة علشان الصورة تبقى مظبوطة وادر ان انا اه ابقى زبطت الايه اللسون وابتدي حل عليه مسائل علشان طبعا من اللسونز المهمة جدا اه وكده نبقى احنا خلصنا اللسون طبعا هو اللسون كبير ولكن حاولت ألمه علشان طبعا نذاكر اه بالتوفيق طبعا وان شاء الله لو فيه وقت بإذن الله هنزل لكم المسائل اللي هي مسائل الرسومات علشان نعرفها اه متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب اه وتشايروا الفيديو عشان كل صاحبكم يوصلوا لهم يوصلوا للفيديو ويستفيدوا منه اشوفكم بالف خير والسلام عليكم ورحمة الله